اشتركوا في القناة خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لكن للأسف أن هذه الأرض اللي نمشي عليها وهذه السماء التي نستضل بظلها وهذه الحياة اللي أعطانا الله إياها وهذه النعم إلا ما رحم ربي أصبحت تستخدم ضد الله وأصبحت تستخدم في معصية الله أصبح شبابنا بعيونهم ما يشفون إلا الأفلام والمسلسلات وأصبحوا بأذانهم لا يسمعون إلا الأغاني والملهيات وأصبحوا بألسنتهم لا يتكلمون إلا بالفواحش والمنكرات وأصبحنا نبارز الله بأيدينا وأرجنا وجولاتنا أسألك سؤال وأسأل الآلاف اللي قدامي دليل بسيط بس جوالك هذا اللي في يدك جوالك هذا اللي أعطك إياها الله عز وجل وفيه شريحة وفيه اتصالات وفيه رقم سره ما حديدر أنت مخزر رقم من ما حديدر إيش الروابط إيش الصور إيش المقاطع إيش اللي جوت هذا الجوال إلا الله أسألك بالله سؤال جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام سؤال جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام إن كنت ممن ينشر فيه الخير إن كنت ممن ينشر به القرآن والإسلام إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا الجوال تخدم الإسلام وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله فأنت تهدم الإسلام وأنت تحارب القرآن لأن الأغاني ضديش الأغاني ضديش ضد القرآن ترسل أغاني بدل ما ترسل القرآن ترسل صور بدل ما تنشر إسلامك وتنشر الخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب الإسلام بالجوال هذا دليل من أدلة أقسم بالله العظيم بعض الشباب يقول لك الحمد لله أنا والله أصلي وأنا 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 بس عندي مشكلة واحدة وهي مشكلة بسيطة هي مشكلة الأغاني مشكلة الأغاني هذه مشكلة بسيطة كم من شاب يتمنى يقرأ قرآن مهو قادر السبب الأغاني كم من إنسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط مهو قادر السبب الأغاني كم من إنسان وقع في الفاحشة السبب الأغاني الأغاني ترى لها أثر خطير الأغاني الله عز وجل بشر صاحبها بايش بماذا بشر الله صاحبها في سورة اللقمانة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ما هو لهو الحديث يقسم بالله ابن مسعود بأن لهو الحديث هو الغناء اشترى لهو الحديث سار يسمعه في سيارته في جواله في بيته سار عادي عنده الأغاني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليطل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر